زي ما شفنا في التقرير إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيحاول يسهل الوضع على كل المرضى وعلى أسرهم وإن بمكالمة تليفون للخط الساخن حتعرف أقرب مكان ليك وتقدر تبدأ رحلة علاجك الجيل الجديد مختلف عننا وجريء جدا ومع الحرية اللي ربناهم عليها كتير من التصدم من تفكيرهم وتصرفتهم خلينا نحلل مع بعض المفروض نتعامل معهم إزاي وناخد بلنا من قيم مع دكتور عمرو عثمان وسعيد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا وسهلا حبدأ مع حضرتك بالنقطة اللي لما بندور بنتصدم بيها أنه أغلب الأهالي عندهم إحساس موضوع الإدمان ده بعيد عن ولادي تماما يتفرجوا أهو ممكن وعايدين يعرفوا شوية معلومات لكن دايما عندهم الإحساس بالأمان لا يمكن إبني يعمل حاجة النقطة دي حضرتك تقول عليها إيه دي إنقار الحقيقة وخليني أقول لحضرتك أن إحنا عندنا أكلاشيهات كده لازم نواجهها بجد ناس كتيرة قوي فاكرة أن بسبب الانفصال أو صفر الأب أو ما إلى ذلك هو ده العامل الأساسي في مشكلة التعاطي وتراجع دور الأسرة في المواجهة لكن حقيقة عندنا نسبة مهمة جدا بتقول إن ما يقرب من يعني تقريباً 60% من مرضى الإدمان عايشين مع الأب والأم فده بيقول لنا أن فيه تراجع كبير جداً لدور الأسرة هو تواجد جسدي أكتر ما هو احتواء أكتر ما هو تواصل إحنا بيجلنا مرضى إدمان بيتقدموا للعلاج وإحنا بنسأل الأب أو الأم هو بقى له سنين بيشرب مخدرات ومر بمنعطبات خطيرة جداً في حياته طب أنتوا كنتوا فين في الوقت ده ثقافة الإنقار الحقيقة بتغلف بشكل كبير مواجهة الأسرة للمشكلة كمان الأصعب أن أسر كتيرة جداً فاكرة أن مشكلة المخدرات هي مشكلة ذكورية ما بتمسش كمان البنات وده خلى أن يعني ما بقاش فيه حماية أكبر للبنات واهتمام بالاكتشاف المبكر للبنات لمشكلة المخدرات لكن الحقيقة إحنا يمكن في عشرين اتنين وعشرين إحنا جالنا ما يقرب من تسع تلاف مريضة ترددت على عيادات رقم كبير رقم كبير رقم كبير رقم كبير لسندوق مكافحة وعلاج الإدمان أعتقد أن ده رقم بالنسبة لنا يقول لنا أن مشكلة المخدرات مش مشكلة ذكورية لأ كمان هي بتهدد أيضا البنات وفي نقطة حضرتك قلتها دلوقتي أنه الأهل بيبقوا موجودين مع الطفل أو مع الولد أو البنت وما يبقوش حاسين أن فيه مشكلة في الإدمان بس فيه ملاحظة كده بقت جيل الأمهات بتوع اليومين دول بيعملوها أنا ودي أولادي المدرسة الصبح أخدهم من المدرسة من تمرين لتمرين لتمرين أنا ما بتكلمهمش تقريبا وعندي إحساس أن الرياضة دي العصاية السحرية اللي هحل بيها كل مشاكل عمره ما هيشرب سجار عمره ما هيدمين عمره ما هيعمل حاجة غلط مجرد أنه بيلعب رياضة بس من اللي أنا شفته بقى في الحالات اللي أنا قابلتها في البرنامج أنه لأ أن حتى الرياضة ساعات ما بتبقاش هي الحافز اللي ممكن يحمي ساعات ممكن يقع في الخطر الإدمان وهو بيلعب رياضة أنا كان فيه أم بتقول لي كلمة الحياة استوقفتني جدا إيه قالتلي كده أنا بسقط ابني في النادي وسيبه وخليه يعيش بقى مع التدريبات وما إلى ذلك قلت لها ده عمر ده ما كان هو اللي بيحمي بس من المخدرات يعني الحقيقة الرياضة لها دور مهم أنها بتزود ما يسمى بشكل أو بآخر أو تأدير الطفل لذاته وبالتالي الرياضة لوحدها مش كفاية أبدا لكن الأهم هو التواصل مع الإبن أو التواصل مع البنت الأهم صداقة بشكل كبير معرفة تفاصيل حياته بشكل أو بآخر اللي أنا كمان كأسرة أبقى ملمة بعلامات الاكتشاف المبكر عشان ألحق في مرحلة مبكرة جدا لأن دايما أنا لما بنتقابل مع الأسر بنلاقي أن الولد دخل من مرحلة تجربة لمرحلة تعاطي لمرحلة إدمان والأسرة مغيبة تماما أكتر من الولد نفسه زمان أما كنا نقعد نتكلم عن أنواع المخدرات كنا نتكلم في حاجات لمتت كده أو محدودة دلوقتي الأمهات ممكن يبقى أولادهم معهم حاجة وهم مش عارفين فيه أنواع جديدة وبنسمع أسامي جديدة إزاي الأمهات تبقى ملمة أو الأبهات كمان يبقوا فهمين إيه اللي موجود مع أولادهم ده مهم جدا لأن طبيعة المواد المخدرة اختلفت بشكل أو بآخر يمكن أكتر المواد المخدرة انتشارا ما زال مخدر الحشيش هو المنتشر ولازم نقوله الأسرة أن الحشيش إدمان لأن أسر كتير نفسها بتفتكر أن الحشيش مادة لا تسبب الاعتمادية ولا تسبب الإدمان الحقيقة إحنا تقريبا 50% من مرضى الإدمان اللي بتقدموا للعلاج عايزين يتعالجوا من الاعتمادية على مخدر الحشيش فدي نقطة مهمة جدا لازم الأسرة تعرفها لازم كمان نعرف مشكلة إساءة استخدام الأدوية في الفترة الحالية يعني مثلا ترامدول على سبيل المسلمة هو أصلا مسكن للألام ولكن بيحصل إساءة استخدام دي بشكل أو بآخر خلينا أقولك كمان فكرة المنشطات وأن الولاد بتاخد منشطات عشان تقدر تذاكر والطبق ويصهروا وعدد مش قليل حقيقة من المراهقين والطلبة بيقولنا عندهم مشكلة بسبب الاعتماد على المنشطات في نفس الوقت لازم بقى نعرف نقوص الخطر اللي بيشكل خطر كبير جدا على مولادنا في الفترة الحالية وهو ما يسمى بالمخدرات التخلقي بتتصنع بشكل محلي بشكل دومستيك من خلال مواد كميائية المخدرات التخلقية من أخطر ما يكون على الأمن المجتمعي خطورة المخدرات التخلقية أنها بتحدث الاعتمادية بشكل سريع يعني ما بيحصلش العملية بتاعت المراحل أن أنا أصلي جربت وبعد كده بقعد في الطعاط شوية وبعد كده ممكن أدخل في الإدمان أو ممكن ما أدخلش في الإدمان أو ما إلى ذلك لا هي الحقيقة بتخلي الواحد ياخد الزحليقة بشكل سريع جدا مخدرات التخلقية بتزود الأجريشن السلوك العدواني بشكل كبير جدا وملحوظ بتعمل هلوسي نيشن حلاوة سمعية وبصرية بتخلي الواحد ممكن يرتكب الجريمة بدم بارد وقد يكون في بعض الأحيان بيفتخر بالجريمة اللي بيعملها لما بنسمع ساعات زوجات أو أمهات بيقولوا الأب بيشرب في البيت وشايف أنه ده عادي يشتغل بيعمل شغله الدنيا مشى البيت يباني أنه مستقر لكن الأب ماسك مثلا سجارة ماسك حاجة بيشربها في البيت والولاد كبروا وبدوا يفهموا أن باباهم بيطعاط حاجة بتقول إيه حضرتك على الحالات اللي زاكل موضوع ده بالنسبة لنا بيبقى في غاية الخطورة لأنها بتبقى بيئة داعمة لثقافة التعاطي بشكل كبير عايز أقول لحضرتك أنه إحنا لقينا يعني نسبة البنات المتزوجات اللي تقدموا للعلاج من الإدمان لما بنسألهم أنتوا دخلتوا في سكة المخدرات إزاي 48% بيقولوا لنا أن اللي قدم لهم مخدرات هو الزوج و 52% تعرضوا للعنف الأسري لا سيامة من الزوج كمان الأبحاث والدراسات بتقول لنا أن المخدرات هي عامل أساسي في حدوث حالات الطلاق بشكل كبير وبالتالي يعني بداية انهيار كبير جدا للأسرة فكرة أن رب الأسرة يتعاطى مواد مخدرة لأن كمان يعني بشكل أو بآخر هتبقى بيئة داعمة لثقافة التعاطي بقى فيه ظاهرة بنلاحظها لما ننزل كده بالليل يوم خميس جمعة بالعربية وتلاقي الولاد اللي هم المراهقين دول بيحبوا يخرجوا دايما بعد المدرسة يوم الخميس والجمعة بقينا اللي يوم عادي قديم بيشروهوا شيشة بشروهوا سجاير معاهم السجاير اللي هي في جهاز وشايفين أنها عادية الأهل بقى اللي شايفين أن دي مرحلة شقاوة وهتعدي ولادهم دول كمان كم سنة يعملوا إيه التدخين في سن مبكرة جدا من أكتر العلامات خطورة لتعاطي والإدمان لدى المراهقين عايز أقول حضرتك أن احنا بالنسبة لنا يمكن آخر بحث احنا أجرايناه على طلبة مدارس السنوي لأن تقريبا 12% من طلبة المدارس السنوي بيدخنوا ده بالنسبة لنا رقم كبير جدا ويمكن الصادم أكتر أنه هو بيدخن بسبب تعاطي الأب أو تعاطي الأم ليه التابه بكل منتجاته بشكل كبير الحالات اللي بتجيلنا بيلاقي أن بداية التدخين من سن 9 سنوات وبداية التعاطي من سن 11 سنة في بعض الحالات عمر صغيرة قوية طبعا لأن كمان يعني حتى تجار المخدرات بيحاولوا أن هما يستهدفوا أسواق أخرى فبيبدأ أنه هو بينزل بسن التعاطي بشكل كبير بيبتدى أنه هو يستهدف السيدات ويستهدف البنات بشكل أو بآخر عشان يقدر في الآخر يوسع من سوء أو من حركة المخدرات اللي بيختارك بيها أسواق جديدة وفئات جديدة لسه عندنا برضو في عائلتنا المصرية حتة الإدمان دي بوصمة نبقى القانين مش عايزين ندي دعم لولادنا زي ما حضرتك قلت ننكر بس لما بنبدأ بقى نحس أن الموضوع بقى مشكلة وبدأ العنصر ده في البيت تعمل مشاكل لإخواته وللأب والأم بنبدأ شوية نبعده عننا ما بنبقاش عايزين ندعمه ايه الصحة اللي تعمل في المواقب دي الصحة إن أنا النهاردة لازم أقوله إحنا شايفين إن فيه مشكلة وإحنا مستعدين اللي إحنا نساعدك وسبب المشكلة مش أنت لوحدك إحنا كمان لينا دور في المشكلة ده ولازم نحلها مع بعض لازم النهاردة الأسرة تعمل التوازن ما بين الحسم جدا ولكن في نفس الوقت هي في ظهر ابنها أو في ظهر بنتها لكن الرسالة الأساسية إحنا مش هنسمح بالاستمرار مش هنسمح باستمرار فعل التعاطي بشكل كبير لكن هنسمح بمسندتك بشكل أو بآخر هنا كمان أنا لازم أدعو الأسرة للاتصال على الخط الساخن 16-23 اللي مش بس بيقدم الخدمات العلاجية ولكن كمان بيقدم خدمة المشهورة لأن دايما بتختلف من كيس لأخرى بشكل كبير لكن دي النصيحة العامة اللي أنا بوجهها لكل الأسرة هم هات كتير بتشتكي من فكرة الدايرة اللي ما بتخلص بيروح يتعالج ويرجع وشوية ويشرب تاني وهكذا ويبضلوا كذا مرة ليه ناس أنا شفت تجارب نبحة كتير جدا وبقالهم سنين وبيساعدوا غيرهم ليه دول نكحوا وليه دول في نفس الدايرة لو إحنا هنكتفي فقط بسحب المخدر من الجسم أو العلاج الطبي صدقيني فكرة الانتكاسة ممكن تزيد عن 90% لكن لما بنشتغل على التأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي فكرة التعافي ممكن يصل لـ 60% دلوقتي المجتمع بدأنا يعني ننفس فيه برامج مهمة جدا ليه التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان فكرة التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي بتحقق نسب تعافي بشكل كبير جدا تصل إلى 75.80% ليه؟ لأنها بتلعب على ما يسمى بالارتقاء بجودة الحياة للمتعافي من الإدمان بشكل أو بآخر ارتقاء بجودة الحياة وزيادة تأديره لذاته وتأديره لنفسه بشكل كبير بتخليه يعني بتخليه بشكل كبير بنحد من الانتكاسة لدى مريض الإدمان خلينا أقول لحضرتك أنا سمعت دايما كلمة من مرضى الإدمان اللي بيحصل لهم انتكاسات بيقولولي احنا لقينا كل الأبواب مقفولة بالنسبالي أنا لا عارف أتجوز ولا عارف ألاقي باب رزق أقدر أدخل من خلاله للمجتمع بشكل كبير كل الأبواب بتكون مغلقة ما عدا باب واحد فقط وهو باب المخدرات فبضطر رجع تاني لباب المخدرات وهنا كمان لازم أقول أن دوره الأسرة مش بس في الوقاية والاكتشاف المبكر لكن فيه برامج لدعم دوره الأسرة لمسندة المتعافي من الإدمان والحد من انتكاسته بشكل كبير احنا كل مرضى الإدمان اللي بيترددوا علينا بنفس برامج أسرية لأباهم وأمهاتهم أو أزواجهم علشان يبقى فيه بيئة أسرية داعمة لفلسفة التعافي سألت أمهات وأبهات كتير ولادهم مروا بالتجربة دي والحمد لله خرجوا منها بسلام بعدها بفترة لما بيجوا ينتكس وقولهم تب شايفين الصغرة فين؟ تيجي تقول أصلا كان بيروح مكمل مع الدكتور النفسي ومكمل وهو محتاج علاج نفسي بس أنا خفت ياخد الأدوية اللي الدكتور كتبها لأنه كان هادي قوي تبدأ تقارن ما بين الوقت اللي هو كان في زروة بقى العصبية والمشاكل وأنه فجأة خرج هادي وهو لسه بيبقى مزبزب وهو مش عارف هو عايز إيه أو هيعمل إيه فالأم أو القبي بيقلقهم الهدوء دا أو هو نفسه بيحس أنا مالي كده الدنيا بقت هادية ما فيهاش الأكشن بتاع الأول فبيقلقهم الأدوية وبعده يقوف الأدوية بنرجع تاني زي ما كنا هايك تقولهم إيه على نقطة الأدوية؟ احنا لازم نعرف طبيعة مرض الإدمان مرض الإدمان هو مرض نفسي مزمن قابل للانتكاسة لو أنا النهاردة تنسيت إلي أنا مريض إدمان بشكل كبير هنا ممكن جدا تحصل لي انتكاسة أو تحصل لي زلات في الطريق مهم جدا نقول لمريض الإدمان أن طول ما أنت في مرحلة التعافي لازم تتابع معانا بشكل مستمر احنا بنعمل حاجة اسمها رعاية نهارية بيجي على فترات علشان بس نتأكد من عملية المتابعة دايما بنقوله ابعد عن الأماكن اللي كنت بتشرب فيها الأدوات اللي بتفكرك بشرب المخدرات أو تعاطي المخدرات الأشخاص اللي كنت بتشرب معاهم المخدرات دي دايما الموضوع ده الحقيقة مهم جدا لأن العناصر دي ممكن ترجع تفكروا مرة تانية بمرحلة الإدمان النشط وتخلق حالة من الزلات أو الانتكاسات لدى مريض الإدمان ده مريض الإدمان أهله بقى لو اكتشفوا أنه هو يتعاطى أو عارفوا أنه هو دخل في دايرة الإدمان عايزين نقول لهم إيه الخطوات بالترتيب اللي محتاجين يعملوا الخطوات بالترتيب المواجهة مواجهة مباشرة مع مريض الإدمان إحنا عرفنا وإحنا حنوقف جنبك وإحنا حنساعدك بس مش هنقبل اللي أنت تستكمل في هذه المسيرة لكن مهمة جدا اللي إحنا نرجع ونقول لهم 16-23 لأن النهاردة حنلاقي أحلات بتختلف جدا خط الساخن عندنا مجموعة من الأقصائيين النفسيين اللي نقدر من خلالهم نقدم المشورة العلمية على أعلى مستوى للأسرة ونقدم كمان خدمات العلاج مجانا وفي سرية تم إيه الخطوات اللي أقدر أحمي بيها ولاديهم اللي هما صغارين لحد ما يكبروا ويبقى بعيد خالص عن الإدمان كل نشاط ممكن يزود تأدير الطفل والمراهق لذاته أنا محتاجه جدا ممارسة الأنشطة سواء فنية أو كمان حتى لو رياضية دي الحقيقة لها دور برضو مهم جدا كعنصر من العناصر لكن الأهم فكرة الاحتواء فكرة التواصل مرة تانية أنا كتير جدا بتكلم مع الأسر بتاكلوا مع الولاد تسألوا الولاد على تفاصيل يومهم على تفاصيل حياتهم الدراسية على تفاصيل صحابهم الحقيقة ده ما بقاش موجود أهم من كل ده أعرف علامات اللي اكتشاف المبكرة لو حلحق ألحق في مرحلة متقدمة جدا لأن كل ما بتأخر كل ما بيبقى فيه تدعيات صعبة جدا على المستوى الصحة النفسية والصحة الجسدية لمريد الإدمان أو للشاب وفي نفس الوقت أنا مش عايز يعني زي ما المتعافين بيقولوا إحنا تعالجنا بعد لما جبنا قاع خلاص إحنا وصلنا لآخر خط خالص في المشكلة ففكرنا في العلاج أخيرا ممكن نفكرهم تاني بالعلامات اللي ممكن نشك كده منها أن فيه مشكلة عندنا عندنا مجموعة من العلامات السلوكية الأساسية فكرة تغير الأصدقاء اضطرابات النوم فكرة تدهور التحصيل الدراسي أو تدهور قدرته على العمل بشكل كبير فكرة العزلة والكذب بشكل مستمر فكرة وجود حالات سرق داخل البيت اضطرابات النوم اضطرابات الأكل كل دي علامات بالنسبة لنا بتشكل يعني ألارم كده جرس انظار اللي احنا لازم ناخد بالنا مش عايزين نوصل لعلامات الطبية والعلامات التأثيرات على النواحي الجسدية لأن احنا بنتكلم على الجزء السلوكي عشان نلحق في مراحل مبكرة اشكرك يا دكتور نورتنا شكرا يا فاني اي مشكلة مهما كان حكمها لو ركزنا فيها ولادنا صغيرين بتتحل ساعات بتاخد مننا وقت وتركيز ومجهود اشترك الآن واحصل على 50% خاص مدى الحياة على اشتركات بريميم السنوية والشهرية استخدم الكود على watch.com